تعال بقى على الهدف التاني اللي جابه يا جماعة مهاجم علامي انا هوريك تلوقتي صور للهدف التاني انت طبعا تفرحت مع ضربة الرأس وخلاص انا هوريك تفصيلة في الهدف التاني تعرفك قد ايه هو مهاجم علامي هاتل الصور بص يا سيدي طاهر على اليمين بيستعد انه يرفع الكورة كمل الصور بص الاول وسامة ابو علي واقف ما بين الاتنين مدافعين لسيراميكا كيلوبات هاتل الصورة اللي بعدها بدأ وسامة ابو علي يعني بيكهم رايح يقرب شوية من طاهر وراجب نبيل ماسك وسامة ابو علي بص مش هخليك تتنفس وسامة ابو علي ايه قدام راجب نبيل انت في حوزتي انت بتاعي بص الصورة اللي بعدها وسامة ابو علي هيعمل ايه قبل ما يرفع طاهر فجأة وسامة ابو علي بقى بضهر راجب نبيل ايه الزكاة ده ايه خلق المساحات دي ايه الوعي التكتيكي ده ارفع وايه بقى خب بالك اصداف التدريب هتليه تعمل الف مرة ارفع لانت بس ورا المدافق وانا هعرف اوصل الله يا ابني ما انت في حدن المدافق انا كده كده هخلع منه الموقف ده اتقرر كتير من وسامة ابو علي مش دي اول مرة مهاجم صعب جدا جدا اي مدافق في مصر على الاقل يعرف في رقبه بص بقى اللقطة دي كمان مهمة اوش الكرة جياله طبيعي جدا في الوضع اللي كان واقف فيه في السورة اللي قبلها هات السورة اللي قبلها بس معلش هات السورة اللي قبلها الوضع ده هيحط الكرة بهده فين على يمين محمد بسام ده دي زاوية المفتوحة جدا صح كده اي مهاجم هيحطها على اليمين وبالعكس ده ده الوضع التشريحي الطبيعي اللي هو سامة ابو علي ان يحطها على يمين بسام فشاب بسام توقع بسام بقى موحرس برضو كبير قالك ايه انا هرمي على الزاوية اليمين ماشي وانزل لبعدها رح هو وفي الهوى غير اتجاه راسه وجسمه بوضع تشريحي مستحيل يا جماعة عشان يحطها على السابت بتاعت بسام بسام ما عافش يعمل حاجة بس رجل الشمال بتاعت بسام انا كده كده مش هعرف اتريمي الناحة التانية خلصت خد بالك كل ده وسامة ابو علي بيفكر فيه في جزء 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 من الثانية ده لعب واعي لعب متمرس لعب عنده خبرات لعب كبير لعب ممتع جدا 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 رائع وسامة ابو علي شكرا جزء من المشاهدة